روسيا انتقد وضع شروط مسبقة لحضور المؤتمر الدولي حول سوريا وطالب بالتحقيق أممي في تدفق السلاح الليبي إلى سوريا معتبرا إياه انتهاكا للحضر الدولي جاء ذلك خلال مؤتمر السحفي عقده لافروب في موسكو مع نظيره المغربي سعد الدين العثماني أكد فيه العثماني أن المبدأ الأصلي هو ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا عدم التدخل الأجنبي فيها عادت روسيا لتوجه البوصلة إلى مؤتمر جينيف لحل الأزمة في سوريا سياسيا منتقدة على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروب وضع شروط مسبقة لحضور المؤتمر لافروب أكد أن ازدياد إرسال الأسلحة إلى المسلحين يعرقل انعقاد المؤتمر وأن ذلك يشكل انتهاكا لكل القرارات الدولية داعيا إلى التحقيق فيه التطورات الرهنة التي نشهدها بإزدياد إرسال الأسلحة للمسلحين هو عامل لدعم موقف المعارضة برفض حضور المؤتمر الدولي دون شروط مسبقة وهذا يتناقض مع المبادرة الروسية الأمريكية وحول ما تتداوله الصحف الغربية بشأن إرسال الولايات المتحدة الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية في سوريا أكد لفروف أن هناك حديثا عن تدفق سلاح ليبي إلى سوريا عدى الأمريكي الصحفيون لا يتحدثون فقط عما تخططه الإدارة الأمريكية بشأن إرسال الأسلحة إلى سوريا لكن يتحدثون عما تم إرساله مسبقا وأقصد هنا الأسلحة التي تم شراؤها من الدول الأوروبية وإرسالها بعد ذلك من الخليج إلى سوريا وما قرأناه في الصحف الأمريكية فإنه يتم إرسال تلك الأسلحة منذ زمن بعيد وإن كانت هذه هي الحقيقة فهذا انتهاك كامل للقرارات والعقوبات حول إرسال أو شراء أو تهريب الأسلحة من ليبيا وإليها ويجب إجراء تحقيقا بهذا الشأن ولفت الوزير الروسي إلى أن هناك بعض اللاعبين الذين يريدون عدم الاستقرار في سوريا وإعطاء النزاع صفة إثنية ودينية كما يريدون عدم التوصل إلى الحل السياسي وعدم الحفاظ على سوريا كدولة متنوعة ولهؤلاء اللاعبين أجندة بأهداف ضيقة جدا وفي رده على مراسل الجزيرة الذي تمحور سؤاله حول أنباء تحدثت عنها صحيفة الجارديان البريطانية عن إغلاق السفارة الروسية وقاعدة طرطوس قال لفروف ساخرا هل هذا ما قالته الجارديان ونقلته الجزيرة أم أن الجزيرة أخرت في الخبر سفارة روسيا الاتحادية في دمشق لا تزال تعمل بصفتها وتمارس أهدافها والدبلوماسيون الروس يعملون ليل نهار والقاعدة الفنية للأسطول الروسي لا تزال تعمل في طرطوس بدوره أكد وزير الخارجية المغربي أن المبدأ الأصلي هو ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وعدم التدخل الأجنبي فيها ودعم كل حل سياسي يفضي إلى وقف العنف مشيرا إلى أن المغرب وروسيا تتقاسمان الثوابت العامة لهذا الحل أضحر ترجمة نانسي قنقر